موسيقى طبعا هنبدأ بأسبانيا صحيفة ماركة الأسبانية بتتحدث عن عقد رابطة الدوري الأسباني مع سندوق الاستثمار الأمريكي الـ CVC وكتبت رابطة الدوري الأسباني تمتر ملايين طبعا العقد المزمع توقيع ما بين الدوري الأسباني أو الليجا وهذه الشركة الكبيرة بتمنح الليجا استثمارات بقيمة 3.3 3.2 من 10 مليار دولار من شركة الأسهم الأمريكية اللي هي CVC واللي هيتم توزيحها في اجتماع حيوقد لجميع الأندية بيتوقع طبعا حصول برشلونة على 320 مليون دولار والريال أكتر من تقريبا 307 مليون دولار وفقا طبعا لماركة الأسبانية الهدف من المشروع طبعا هو يعني انعاش الدوري الأسباني بشكل كبير جدا والحفاظ على مكانة الدوري الأسباني المكانة المالية ما فيه الشك اللي هي بالتأكيد يمكن اهتزت بشدة في طبعا تدعيات فيروس كورونا العام الماضي الصحيفة كمان اهتمت ببرشلونة وكتبت ان ميسي هنا وهناك اتفاق شبه أكيد على تجديد التعاقد مع ليون ميسي بعودة طبعا كما اهتمت كمان بعودة كريم بن زيمة للتدريبات مع ريال مدريد وكتبت كريم بن زيمة القائد الثاني عاد للتدريبات حضراتكم عارفين يمكن يعني وجود طبعا وجود ميسي كان علامة استفهام في برشلونة العام القادم او السيزون القادم خلاص اللي يمكن خلال ايام هتبدأ الدوريات الاوروبية بداءة يمكن من حوالي ثلاثة يام يوم سبعة هيبدأ الدوري الفرنسي سبورت الاسبانية ركزت على وصول زي ما بقول لحضراتكم ميسي الى برشلونة لتجديد عقده وكتبت النجم الارجنتيني في برشلونة لانهاء تجديد عقده كذلك اهتمت الصحافة طبعا بخسارة برشلونة امام ريد بول سالسبورغ في لقاء طبعا لقاء ودي انتهى بخسارة برشلونة اثنين واحد ويمكن كتبت ثلاثة خمسة اثنين تعود لخلط اوراق برشلونة يعني طريقة اللعبة هما بينتقد طريقة اللعبة ثلاثة خمسة اثنين انها ما قدتش بيصمرها في المباراة الودية اهتمت كمان الصحيفة بعودة الجماهير وده مهم جدا مهم جدا للليجة على مستوى طبعا الاستثمار على مستوى الفلوس انه حيرجع تاني الجماهير بنسبة 40% لحضور المباريات كتبت الجريدة الدوري الاسباني يبدأ بحضور الجماهير بنسبة 40% من الملاعب ابتدتا طبعا من الموسم القادم لسه في اسبانيا مع موندو دي بورتيبو الاسبانية اللي ركزت طبعا على اخبار تاني برشلونة وكتبت يمكن على الخسارة اللي بقول لحضراتكو امام زالس بورك في لقاء ودي يعني اشارت ان دي الوقت التحضير للموسم الجديد وعن مستقبل كمان ميسي مع برشلونة وعودته مرة تانية والاتفاق بالشكل كبير جدا مع الادارة في برشلونة كمان اهتمت بالاتفاق اللي بقول لحضراتكو عليه رابطة الدوري الاسباني وصندوق الاستثمار الامريكي لدعم طبعا الاندية وكتبت برشلونة سيحصل على اكتر من 250 مليون يورو اكيد بتساعده في قضية طبعا قانون اللعب المالي والقانون ينكن او خاصة برشلونة كان بيمر حضراتكو عارفين انه كان بيمر بازمة كبيرة جدا جدا في السنة اللي فاتت او اللي قبلها وكان في بعض الناس بتقول طبعا ان برشلونة مش حيتعاقت كمان مع ميسي طبعا للظروف الاقتصادية وطبعا مفيش اموال تقدر تضخ بشكل كبير لتغطية عقد ميسي لسه في اسبانيا مع اس اللي ركزت الصحيفة على العقد المالي تاني الكبير اللي وقعته رابطة الدوري الاسباني مع زي ما قلت حضراتكو صندوق الاستثمار الامريكي وكتبت حق الملايين بالنسبة طبعا لربطة الدوري الاسباني انه يعني اهتمت بعودة الجماهير مرة تانية وفي نفس الوقت هذا المشروع الاقتصادي ما بين طبعا الليجة الاسبانية وشركة الاستثمار الامريكية وقالت ان الجماهير بتعود للملاعب بنسبة 40% مع بداية السيزون نروح بقى يعني نسيب اسبانيا شوية ونروح لإيطاليا إيطاليا تحديدا كوريدي الاسبورت اللي ركزت على رغبة المهاجم البلجيكي لوكاكو طبعا نجمى المنتخب البلجيكي في الرحيل عن انتر ميلان وعودة طبعا والعودة مرة تانية لتشيلسي يعني لوكاكو يعني يمكن طلب بشكل أو بآخر انه عايز ينتقل الى تشيلسي وكتبت لوكاكو اريد تشيلسي الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية طبعا الإيطالية ولقاءتها الودية ومنها طبعا خسارة الميلان أمام فالنسيا بدربات الترجيح لسه في إيطاليا مع توت دي سبورت اللي اهتمت بسوق الترانسفير ماركت في الأندية الإيطالية وكتبت طبعا تحول في يوبينتوس بتراجع عن بليتش طبعا وعن انتر ميلان اللي كتبت ان لوكاكو في طريقه الى تشيلسي وان انتر ميلان طبعا بيرغب في زاباتا دي على مستوى يعني النجوم الكبيرة في الانتقالات بالنسبة للسيريا اه لكازيتا دي السبورت الإيطالية قالت لوكاكو يعني صادم ويرغب في الرحيل يشارى منها ان طبعا لوكاكو مع الانتر فاز بالدوري بالسيريا اه ولكن كل رقبته هو الربوع الى البريميال ليج عن طريق تشيلسي من ايطاليا نروح لانجلترا بالتحديد طبعا مع جارية ديلي اكسبرس اللي ركزت بشكل كبير جدا على المين سيتي وعلى جالتش طبعا لعب استون فيلا اللي تقلق بصراحة في اوروبا 2020 طبعا لعب استون فيلا وكتبت الصحيفة يعني بتقول لسيتي يعني يوافق على دفع 100 مليون جنيه استرليني 100 مليون جنيه استرليني ويعني وصفت الصفقة كده بالصفقة العظيمة من اجل هذا اللعب الرائع طبعا والانتقال من استون فيلا الى المين سيتي لسه في انجلترا تحديدا في الجارديان اللي كتبت يمكن كذلك على الستي يقترب من ضم جريلش المقابل زي ما بقول لحضراتكم 100 مليون جنيه اعتقد الصفقة دي كل الجرائد على مستوى الانجلترا بتتكلم على هذا التعاقد الكبير وطبعا انتقال هذا اللعب جريلش الى المين سيتي عن طريق طبعا استون فيلا